شددت اللجنة الأمنية بمحافظة سقطرة في اجتماعها برئاسة المحافظ رأفة الثقالية على منع انتشار السلاح في المحافظة وضبط حامله وإعادته إلى وحدته العسكرية والأمنية ومصادرة جميع الأسلحة المستخدمة في الأعراس للحفاظ على السكينة العامة قررت اللجنة الأمنية تكريم مدير أمن قلنسي وأفراده وجنود الحزام الأمني للمشاركين في عملية ضبط الأسلحة لأكثر من مرة وتقديرا ليقضتهم الأمنية وكان الاجتماع ناقش عددا من القضايا الأمنية والجهود التي تتطلب رفع اليقظة في المؤسستين الأمنية والعسكرية في الأرخبيل موسيقى موسيقى